شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في هذه الليلة بعنوان العودة إلى ثقافة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وقبل أن نبدأ بالموضوع نقدم بإذن الله تعالى مقدمتين المقدمة الأولى هناك كتاب ألفه أحد كبار علماء الغرب وأسمى هذا الكتاب الإنسان ذلك المجهول وفي هذا الكتاب يذكر المؤلف أننا مع كل هذا التقدم العلمي الذي حققته البشرية ولكننا لم نكتشف إلا القشرة الظاهرية من الإنسان أما أغوار الإنسان وأعماقه وحقيقته فلم تكتشف إلى هذا اليوم الواقع أن هذا العنوان يمثل جزءا من الحقيقة والحقيقة الكاملة هي أن الكون كله مجهول هذا الكون الذي نعيش فيه نحن لم نعرف إلا الظواهر منه ولكن حقيقته وواقعه وأغواره لا زالت مجهولة إلى هذا اليوم العلم يتقدم في كل يوم خطوة ولكن لا تزال توجد أمامه خطوات كثيرة الله تعالى يعبر عن هذه الحقيقة بقوله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قليل في مقابله كثير هناك غموض يلف هذا الكون كله وأغمض قضية في هذا الوجود هي قضية المبدأ والمعات عالموا ما قبل الطبيعة وعالموا ما بعد الطبيعة هذان العالمان مشوبان بهالة كبيرة من الغموض والإبهار ولكن النقطة التي نريد أن نشير إليها أن هناك فرقا بين غموض وغموض الغموض وهناك فرقا بين إبهام وإبهام الغموض عادة يتبعه الخطأ في الفهم ولكن هناك فرق بين غموض وغموض وبين خطأ وخطأ الغموض في الطب الآن في عالم الطب توجد هناك نقاط غامضة الطب يقف متحير أمامها الأطباء في كثير من الحالات لا يتمكنون من التشخيص ومن العجائب المذكورة في عالم الطب أن هذه المكروبات تطور نفسها باستمرار وتتخفى يعني المكروب له حالة معينة الطب يتقدم فيكتشف هذا المكروب ويحاول القضاء عليه المكروب يطور ذاته ويتخفى فيولد جيل جيل ثاني ويولد جيل ثالث وأجيال متعاقبة كل جيل يحاول أن يخفي نفسه لذلك الطبيب عندما يقف أمام هذه الظاهرة المرضية يتحير ما هو هذا المرض وما هو هذا المكروب غموضك إبهامك الغموض يولد تحير ربما يولد خطأ في التشخيص ربما يؤدي إلى خطأ في العلاج ولكن ما هي النتيجة عندما يخطئ الطبيب في عالم هذا التكوين النتيجة أن المريض مثلا يصاب بالعمى يعيش ثمانين عاما في هذه الحياة وهو أعمى ولكن إذا على أثر الغموض في عالم ما قبل الطبيعة وفي عالم ما بعد الطبيعة الإنسان أخطأ في الفهم وأخطأ في التشخيص ما هي النتيجة ربما هذا الخطأ يؤدي به إلى العمل أبدي ومن ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى خطأ الطبيب يمكن أن يؤدي إلى أن المريض يفقد حياته الفانية ولكن الخطأ في الرؤية يمكن أن يؤدي إلى أن الإنسان يفقد حياته الباقية الشيخ الأعظم رحمه الله في كتابه الفرائد له عبارة لطيفة في هذا المجال في المجلد الأول من هذه الطبعة الجديدة صفحة 64 هذه العبارة انذار هذه العبارة جرس خطر لأن احنا كل معرضين لهذا الخطأ الشيخ رحمه الله يقول وأوجب من ذلك يتحدث حول قضية الفروع التي هي قضية خطيرة أيضا أنه واحد يدخل في عالم الفروع من غير الطريق الذي عينه الله سبحانه وتعالى الآن هذه ظاهرة تنتشر ظاهرة نجدها يقول هكذا أتصور في أي محفل من المحافل تطرح قضية فقهية أي محفل وإذا بالكل يبدي رأيه ويدلي بدلوه هكذا تصور هذه قضية خطيرة القضايا الفرعية قضايا توقيفية قضايا تعبدية إحنا لا نسمح لأنفسنا أن نبدي رأيا في قبال الطبيب أنتوا الآن روحوا إلى غرفة عمليات القلب الطبيب يقوم بمجموعة من الأعمال الغامضة لا تفهمون هل تسمحون لأنفسكم بإبداء الرأي في عملية جراحية عملية قلب أبد الطبيب الطبيب المتخصص هو الذي يجب أن يبدي رأيه أما في القضايا الدينية كل واحد يبدي رأيه حتى إذا لا يملك الأهلية هذا نوع من الجناية العلمية نوع من الخيان العلمية الشيخ بعد أن يتعرض لهذه القضية يقول وأوجب من ذلك ترك الخوض لمن لا أهلية له في ميادين الفروع الفقهية هذا واجب وأوجب من ذلك ترك الخوض في المطالب العقلية النظرية واحد يقعد يفكر ويحل المبدأ والمعاد هذه قضية خطيرة لإدراك ما يتعلق بأصول الدين هذه المشكلة التي ابتليت بها الأمة من بعد عهد رسول الله إلى هذا اليوم الله عين طريقا معين هو الطريق أهل البيت هذا هو الطريق ولكن الأمة رفضت هذا الطريق الأمة في ذلك الوقت وإلى هذا اليوم كيف يحللون يضطر إلى أنه يحلل قضايا لا تناله العقول بتصورات لإدراك ما يتعلق بأصول الدين فإنه تعريض للحلاك الدائم والعذاب الخالد يمكن الخوض في هذه المجالات يؤدي بالإنسان إلى أن يفقد آخرته ننتقل إلى نقطة ثانية وهذه النقطة الثانية كثير ما تطرح هذه النقطة وهذه النقطة يقولون إننا نمشي في طريق القطع قطع يعني يقين والقطع حج كما يقول العلماء القطع حجة ذاتية لا تقبل الوضع ولا الرافع لا يمكن أن تفكك بين القطع وبين الحجية واحد قطع بشيء معذور في قطع إذا أنت عدكم الآن يقين أنه الآن ليل هذا قطعكم هذا يقينكم مو حجة ليش حجة إحنا نمشي في طريق القطع هذا طريق هذه مقدمات عقلية برهانية إحنا دان حكم العقل بعض الشباب المتجدد أيضا لهم هذا المنطق هاي مقدمات يقينية هذه مقدمات برهانية انتهينا عبر البرهان إلى النتيجة هذا الكلام عليه أربع ملاحظات أعرض لها على نحو الإجمال الملاحظة الأولى كثير من هذه المقدمات لا تؤدي إلى القطع ولا تؤدي إلى اليقين وإنما هي عبارة عن أمور ظنية وواضح القرآن الكريم يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا ما لا يوجد هناك برهان قطع ظنون لطيفة خلاب أحد الأشياء العار لطيف يحرك المشاعر ولكن عندما واحد يدقق يشوف لا يوجد وراء هذه الألفاظ حقيقة وواقع يقولون أحد المفكرين كل فكرة كان يصبها في قالب الأشكال الأربع أنتو عندما تعرض أمامكم فكرة معينة يصبوها في قالب الأشكال الأربع تشوفون أكو خطأ في الصغر في المقدمة الأولى خطأ في الكبرى الكبرى مو كلية يعتمد على تنظير يعتمد على قياس يعتمد على جزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا البحث الأول هل هذه المقدمات تورث اليقين اللي لا تحتملون الخلاف مثل ما القرآن يقول مثل ما أنكم تنطقون هالشكل لظنون متراكمة مثل ما أنتم الآن عندكم قطع ويقين بوجودكم وبأنه الآن ليل هالشكل أكو يقين بهذه المقدمات واحد إذا أراد أن يدخل في هذه المجالات يجب أن يدخل بهذه الرؤية أن لا يحسن الظن بكل من يتكلم وبكل من يقول إذا أكو هنالك اسم اللامع لا تغركم الأسماء اللامعة ماذا يقول النقطة الثانية هناك قاعدة تقول هذه القاعدة ما بالاختيار لا يناف الاختيار هذه القاعدة تنحل إلى قاعدتين القاعدة الأولى الامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار القاعدة الثانية الوجوب بالاختيار لا يناف الاختيار إذا المقدمة كانت اختيارية ولكن النتيجة ما كانت اختيارية ما كانت باختيارك هل تعذر؟ المثال المعروف لذلك الذي يلقي بنفسه من شاهق جاذبية الأرض تجذبه جذب الجاذبية له ليس اختيار عندما يسقط على الأرض وتتحطم عظامه هذا ليس اختيار ليس باختيار ولكن هذا العمل يدان عليها أو لا يدان نعم ما يتمكن يقول للأله تحطمي ما كان اختياري زهاق روحي ما كان اختياري المقدمة اختيارية لا يعاقب على المقدمة وإنما يعاقب على ذي المقدمة المقدمة إذا كانت غير اختيارية ذو المقدمة إذا ما كان اختياري لكن المقدمة كانت اختيارية ذو المقدمة يكون اختياريا هذا ارتطام بالأرض اختياري يعاقب على زهاق روحه إذا واحد من البداية يحذره قلو له هذه الأرض مسبعة أو مذأبة فيها السباع فيها الذئاب لا تروح وباختيار وضع الخطوة الأولى إذا هاجمه ذئب يعذر لا يعذر ليش خليت الخطوة الأولى انت دا تروح في طريق خطير النتائج مو مضمونة ولذلك الوالد رحمه الله في كتابه الوسائل المجلد الأول يقول بعض الفقهاء كانوا يشترطون شرط على من يريد أن يقرأ بعض العلوم التي تتعلق بالمبدأ والمعاد تقول أنا أخوه تيقنت بشيء فبهى أعمل بيقيني ما لك حق كانوا كانوا يشترطون عليه أنه يقرأ القرآن الكريم القرآن لا ريب فيه أحاديث أهل البيت لا ريب فيها اقرأ 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 العقائد الصحيحة والمعارف الحق ثم بعد ذلك لا تقرأ هذه العلوم التي جاءت إلينا من وراء البحار لتقرأ ها عد أي واحد أنتو ما لكم حق ترحون إلى جو ملوث لازم تأخذون المناعة الكافية هذا الطريق خطير أخذي المناعة الكافية بإحتياط أدخل في الجو الملوث أستاذ مستقيم العقيدة والفكر ثم اقرأ عنده هذا الكتاب اقرأ عنده هذه الفكرة هناك مستشفيات لعله شايفيها مستشفيات الأمراض السارية المعدية تأذنون لنفسكم بدون مناعة كافية تدخلون في هذا المجال ما لكم حق احتياط كامل واحد إذا أراد أن يدخل هذه المياد نظرية بشر قايلها مو معلوم والعجيب أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها ومعذرا ما عدكم آراءهم كلهم متناقضة معذرا ما عدكم إذا عدكم عذر عذر عندك إذا مؤمن عندك لا إشكال في ذلك أنت معذور مؤمن ما عندك واحد يخطئ وعنده معذر ما كو إشكال فيه ولكن واحد يخطئ بلا معذر لاحظوا آراء أفلاطون وأرسطو وسقرات كل آراءهم متناقضة حتى بعض تحير هجلون طريق الطيب إلى طريق واضح معادلات معين الطيب بعدهم قواعد يقينية مسلمة كلية واضحة أكم تناقض أيضا بين الأطباء مجبور إذا أكم منطقة فيها تناقض تلاحظ منتهى الاحتياط ومع منتهى الاحتياط أنت مضطر أن تلجأ إلى الطبي لأن بديل ما عندك لكن هذا الطريق اللي كل متناقض ما من فكرة إلا وخطأها الأستاذ يقول فكرة تلميذ يخطأ حتى الفارابي على ما أتذكر اضطر أن يؤلف كتاب الجمع بين الرأيين العالم قديم أو حادث تناقض هذا شلون برهان عقلي عالم المثال موجود أو مو موجود تناقض الجزء الذي لا يتجزأ موجود أو مو موجود تناقض كل تناقض راجعوا كتاب الجمع بين الرأيين هذا شلون طريق مو مجبور تدخل في هذا الطريق حتى واحد يعرض نفسه للعذاب الدائم على قول الشيخ والهلاك الأبدي هذه هي النقطة الثانية النقطة الثالثة فرضنا أنه المكلف معذور ولكن العذر لا يعفيه من الآثار الوضعية العذر هل يعفيك من الآثار الوضعية لا إذا واحد شرب الخامر وهو معذور ما كان يعلم أنها خامر يترتب على هذا الشرب الإسكار لما يترتب بل يترتب سمعذور أو مو معذور ذاك بحث آخر هذه العشياء لها آثار وضعية المعارف الباطلة لها آثار وضعية الأثر الوضعية ترتب علم أو لم يعلم النقطة الرابعة هذه النقطة مذكورة في بعض الروايات إحنا فرضنا أنه واحد ما سلك في هذا الخط وما أخذ هذه المعارف حول المبدأ والمعاد عن غير أهل البيت يخسر آخرتح قطع يعني هؤلاء الناس المؤمنين المتدينين من 1400 عام الذين لم يسلكوا هذه الخطوط ولم يؤمنوا بهذه الأفكار خسروا آخرتهم حتى أبطال هذا الميدان أبطال هذا الفن شنو يقولون من أهل الجنة لو من أهل النار قطعا هذا الطريق طريق الجنة الطريق الثاني طريق مشكوك فيه على أقل تقدير من أهل النار أنتو دات ترحون في طريق مو مضمون هذا الطريق يؤدي بكم إلى مكة قطعة خلال شهر خلال شهر الدليل المتدين المتدين الحقيقي ذاك الثاني يكاتب كتاب عشت في جنة الله عندما جاء إلى بلادنا وراء المتدينين في بلادنا يقول ذول يعيشون في جنة لم يخسر المتدينون شيئاً ولكن إذا بعد الموت تتبين أكو الله أكو آخرة أكو حساب أكو عقاب أنت ماذا تقول خسرت خسارة أبدية قال إيه هذا الدليل إحنا سامعي هناك في بلاد الغرب ونسمي دليل الاحتياط دليل الاحتياط الإمام قال في تلك الرواية إن كان الآمر كما نقول وهو كما نقول فقد نجونا وهلكت وإن كان الآمر كما تقول وليس كما تقول إحنا ما خسرنا شيء ليش واحد يروح في طريق مو مضمون مو مأمون وأكو طريق مضمون ومأمون أحد رجال الدين يقول جئت إلى العلامة الطباطبائي وألف كتاب الميزان وسألته حول شخصية لامعة فلان كلش لامعة قلت له هذا الموضوع اللي يقول في كتابه المسمى بكذا حول المعاد لأن تلك الشخصية اللامعة تنكر المعاد القرآني اعتماد اعتماد على مقدمات واهية ضنون ضنون تخيلات قلت هذا المعاد الذي يقوله هذا الرجل اللامع المشهور وأثبته في كتابه بنظرك انت العلامة الطباطبائي الذي تدرس كتابه يعني العلامة الطباطبائي كان يدرس كتابه بنظرك هذا المعاد يوافق القرآن ويوافق الحديث هذا هو المعاد الذي قاله القرآن وهذا هو المعاد الذي قاله الحديث قال لا هذا المعاد لا يوافق القرآن ولا يوافق الحديث وهذا المعاد ليس معاداً إسلامية وأنا يعني العلامة الطباطبائي عندما أصل إلى هذا المكان أعطل البحث بحجة من الحجاج أجد حجة يعني عذر أعطل البحث حتى لا أقرأ هذه المطالب بعدياً بعد التعطيل نبدأ من مكان آخر هذه القضية من قول مكرراً أن السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه المرجع المشهور كانوا يقولون له لماذا لا تدرس هذه مقدمة القضية لماذا لا تدرس في حوزة النجف العلوم الكذائية التي جاءت إلينا من الآخرين لهم تصورات معينة حول الله وحول النبي وحول الإمام وحول المعاد وحول الآخر السيد كان يجاوب النجف مصنع الإجتهاد نحن في النجف نصنع مشتهدين هذه الأشياء روح وأطلبوها من مكان آخر هذه القضية منقولة في الكتب واحد يريد يصير مشتهد خلي يجي إلى النجف في النجف أكو فقه أكو أصول أكو تفسير أما أفكار الآخرين مو مكانها النجف هذه القضية منقولة مكررا أنه في يوم من الأيام جمع الأساتذة أساتذة النجف ومدرسيها فقال لهم أنه أنا هذا الراتب الذي أعطيه هذا ملك شخصي إلي لأنه أنا أقترض السيدة والحسن رحمة الله عليه مع أن الأموال كانت تجبائلة من شرق الدنيا وغربه ولكن كان ينفق وحتى باع بيته وسكن في بيت إجار إجار كان ينفق الراتب الراتب اللي أنا أعطيه أنا ما عندي مارس أنا أقترض في كل شهر إذا اقترضت أن تشيه هذا القرض يكون ملك لكم القرض المقترض يملك ما اقترض وأنا من ملكي أعطي هذا الراتب وبعدي أنا أعوض مما يصل إليه وأنا لا أرضى أنه واحد يتلقى علوم عن غير أهل البيت أن يأخذ هذا الراتب ما أرضى بك واحد يترك أهل البيت يترك النبي الأعظم ويترك علي ويترك الحسن ويترك الحسين وينسج هو أفكار أو يعتمد على أفكار مختلقة أنا ما أرضى إحنا يجب علينا أن نعود إلى ثقافة أهل البيت يجب أن نعود إلى معارف أهل البيت هذه محرم التي أمامنا محرم له أبعاد كثيرة الإمام الحسين صلوات الله عليه له أبعاد متعددة هناك البعد الفقهي في حياة الإمام الحسين البعد الأخلاقي في حياة الإمام الحسين البعد التاريخي في حياة الإمام الحسين البعد الشعائري الذي يتعلق بالإمام الحسين هناك وعد خامس يجب أن نهتم به وهذه الأيام فرصة للعودة ثقافة الإمام الحسين معارف الإمام الحسين طبعا معارف الإمام الحسين هي معارف رسول الله صلى الله عليه وآله هي معارف أمير المؤمنين إحنا عدنا قصور هائل في هذا الجانب أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم بينوا المبدأ المعاد الحقائق بينوها مو فقط هذه الحقائق المنظومة الثقافية لأهل البيت تحتوي جميع الحياة أنتوا الآن إذا في مجمع اطرحوا هذا البحث اطرحوا هذا السؤال الحاضرون كم حديث يحفظون عن الإمام الهادي يحفظون عشر أحاديث في محفل في مجمع نعرف عشر أحاديث عن الإمام الهادي النبي صلى الله عليه وآله ما قال في كتب الفريقين إني تاركم فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعطرتي ما إن تمسكتم بهما لن تظلوا في حديث آخر قال كهاتين ولا أقول كهاتين لأن هذه الإصبع تختلف عن هذه الإصبع كم نعرف من معارف القرآن الكريم ما ينطبق علينا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ما تركنا أهل البيت كثير مننا عشرة أحاديث اطرحوا في مجمع تحفظون عن الإمام الحسين عشرة أحاديث الإمام الحسين المشهور العام السيد المشتبى حفظه الله كان يقول إحدى الأشياء الضرورية في الهيئات في المجامع مسابقات لحفظ أحاديث أهل البيت مهملة مهجورة مسابقة حفظ أحاديث أهل البيت نشتري الكتب التي تتناول أحاديث أهل البيت نطالعها هذه الرواية ينقلها العم الشهيد رحمه الله في كتابه كلمة الإمام الحسين صلوات الله عليه ينقلها عن كتاب التوحيد هل قرأنا كتاب التوحيد للشيخ الصدوق لا هل قرأنا كتاب الكافي للكلين لا يقول عن عكرمة قال بينما ابن عباس يحدث الناس إذ قام إليه نافع ابن الأزرق نافع كان واحد من الخوارج خوارج الآن تشوفوهم يبغضون أهل البيت ذاك ذاك الوقت كانوا موجودي في كتاب المناقب المجلد الثاني باب إمامة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول قال نافع ابن الأزرق لعبد الله بن عمر إني أبغض علي ليش على الأقل علي هو الخليفة الرابع عندكم علي إما هو الخليفة الأول أو الخليفة الرابع ليش ماذا صنع علي حتى تبغضه ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله من أبغضك فقد أبغضني فقال له عبد الله بن عمر قال له أبغضك الله أتبغض رجلا سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها الشيخ مغني الشيخ محمد محمد جواد المؤلف المشهور كان له حوار ويواحد من البعيدين عن مذهب أهل البيت قضية مطولة لكن جزء منها قال له الله سبحانه وتعالى يعتبر علي نفس النبي صلى الله عليه وآله في آية المباهلة يقول وأنفسنا وأنفسكم إذا النبي موجود ماذا تصنع لمن تروح طبعا تلجأ إلى النبي الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله نفس النبي موجود لماذا تروح إلى فلان وفلان بعد رحيل النبي نفس النبي موجود في حياة النبي ما تروح إلى النبي تأخذ دينك من فلان وفلان أو من النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله ممن تأخذ دينك من نفس النبي الإمام الحسين موجود ولكن نافع لا يأتي إلى الإمام الحسين يذهب إلى ابن عباس بينما ابن عباس يحدث الناس إذ قام إليه نافع ابن الأزرق فقال يا ابن عباس تفتي في النملة والقملة صف لنا إلهك الذي تعبدوه مثلا إذا محرم قتل نملة شنو حكمه روح على الأصل أنت تعبد أي إله من هو الله الذي تعبدوه أنت تعبد الله الذي خلقك أو تعبد إلها أنت خلقته في مخيلتك الراوي يقول فأطرق ابن عباس هالشكل يعلي ليقول إعظاما لله عز وجل سإما إعظاما أو لشيء آخر وكان الحسين ابن علي صلوات الله عليه جالسا ناحية فقال إلي يا ابن الأزرق إذا تريد العلم المعرفة هذا بيت المعرفة فقال لست إياك أسأل ما أريد أخذ المعرفة منك الذين لم يأخذوا المعرفة من علي ومن الحسين انتهوا إلى ماذا راجعوا صحاحهم شوفوا راجعوا كتاب التوحيد في صحاحهم شوفوا الله اللي يصور كيف يصور اللي ما أخذ معارفه من نهج البلاغ لازم ياخذ معارفه من اليهود والنصارى وأمثاله قال لست إياك أسأل فقال ابن عباس يبن الأزرق إنه من أهل بيت النبوة وهم ورثة العلم إذا تريد علم العلم في هذا البيت إذا تريد أن تعرف الله اعرف الله من أحاديث هؤلاء فأقبل نافع ابن الأزرق نحو الحسين فقال له الحسين صلوات الله عليه يصف الله سبحانه وتعالى كنز من المعارف الله الذي نعبده من هو الإمام الحسين يبين لنا في هذا في حديث آخر إن أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن علي يسألونه عن الصمد الصمد يعني شنو فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فلا تخوضوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم أنتو بإمكانكم تاخذون كتاب الكيمياء بدون معلم تفهمونه ممكن شايفين فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ثم يتكلم حول معنى الصمد حديثا مفصلا هذا رسول الله صلى الله عليه يسأله عن القدر فكتب فكتب إليه اتبع ما شرحت لك في القدر مما أفضي إلينا أهل البيت فإنه من لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد كفر أنتوا تؤمنون بالقدر خيره وشره يعني شنو شنو معناته لا يمكن لغير النبي الأعظم ولأهل بيته صلى الله عليه الذين هم ورثة علمه أن يحل هذه المعضلة وهذه المشكلة القضية لا تختص بالمعارف تتناول جميع جوانب الحياة واحد عندما يطالع ثقافة أهل البيت يجد أشياء عجيبة في ثقافة أهل البيت في هذا الكتاب صفحة ثلاثمية وثلاث وعشرين الإمام صلوات الله عليه حتى حتى يبين الإمام الحسين قضايا طبية الدقيقة نهج البلاغ مشحون من القضايا الطبية الدقيقة مرة أنا حللت ذلك الأئمة صلوات الله عليه مثل الأب الشفيق الذي يهتم بكل ناحية من ناحية من نواحي حياة أولاده يبينون له حتى بعض الأطباء كتبوا كتب نهج البلاغ والطب الحديث في المجال الاجتماعي كلمات الإمام الحسين في المجال الأخلاقي في المجال العائلي في المجال الفردي كيف يسعد الإنسان في حياته الشخصية كيف يسعد في حياته العائلية كيف يسعد في حياته الاجتماعية يمكن كلمة واحدة تكون مفتاح لحل المشكلة ومنهج تسيرون عليه ثمانين عام هذه الثقافة في بعدها المعرف الذي يتعلق بعالم ما وراء الطبيعة وفي بعدها الحيوي الذي يتعلق بعالم الطبيعة يجب أن نعود إليها وهذا شهر محرم فرصة جيدة مضافا إلى بقية الجوانب الجانب التاريخي الجانب الشعائري الجوانب الأخرى العودة إلى ثقافة الإمام الحسين صلوات الله عليه طرح ثقافة الإمام الحسين الإمام الحسين ماذا كان يقول الإمام الحسين في دعاء عرف ماذا يقول من أروع الأدعية المشحون بالمعارف دعاء عرف الآخرون ما عندهم دعاء عرف إحنا بديل ما عندنا إذا تركنا نهج البلاغ فما هو البديل إذا تركنا دعاء عرف فما هو البديل إذا تركنا الصحيفة السجادية كما تركها كثير من المسلمين فما هو البديل بديل ما كون دعاء عرف مشحون من المعارف بل أدعية أهل البيت عموما إذا تطالعونها بنظرة معرفية يعني هذا يبين معارف في صيغة الدعاء مشحون بالمعارف هذه المعارف التي يطمئن القلب إليها يعني بعد ماكو طريق أضمن من طريق أهل البيت ماكو طريق أقرب من طريق أهل البيت ما يقوله فلان وفلان يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب ولكن ما يقوله أهل البيت لا يحتمل الخطأ إحنا يجب علينا أن نحاول أن نقترب أكثر إلى هذه الثقافة التي فيها سعادة الدنيا والآخر نحاول أن نعرف ونحاول أن نعرف الآخرين المعرفة أولا والتعريف ثانيا وصلى الله وعلى محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر